اعتقلت الشرطة الفرنسية مساء أمس الخميس رابور ميستيريو بمنطقة فالدومغن بباريس للاشتباه في علاقة بالاتجار بمخدر الشراء الحشيش بعد عرضه لبعض منتجات الحشيش بمقطع فيديو عبر حسابه بسنابشات ووفق موقع صحيفة لوباريزيان فإن الرابور المغربي البالغ من العمر 35 سنة والمعروف بمشاكله القانونية نشر على حسابه بسنابشات مقطع فيديو بداية شهر فبراير الجاري ظهر فيه بمكان مخصص لباع الحشيش والذي يضم العديد من تجار المخدرات ولهذا قام محققون ليلة أمس الخميس باعتقاله خلال تواجده بمنزله بباريس وأكد الموقع الفرنسي أن المحامي توماس ماير تصل بموكله المغربي يومه الجمعة حتى يتعرف على الظروف وملابسة القضية وأوضح أن ميستيريو فنان وكان من المفروض استدعائه للسماع له بدل الاعتقاله